أهلاً وسهلاً على الكنال، اليوم ننتحدث عن البيكسل 6 Pro خصوصياً استعمال إلى هذا التليفون لمدة ثلاثة جميع و ما هي الخبرة التي تأتي فيها للتليفون ما هي المميزات الحلوة و ما هي الإشكال والمشاكل التي تواجه المعتقد بالماتفل بعد استعمالها لمدة هناك الكثير الذي تتحدث عن هذا التليفون هناك الكثير من الناس أن ينالون الهاتف بالدول العربية و هناك أيضًا أشكال في الدول العربية التي يجب أن تعرفها إذا كنت توجد أن تصل البيكسل 6 Pro أو البيكسل 6 تنزلوا للدول العربية. أنا طارق، شكرا جزينا على كل الناس للمشاهدة الاشتراك دعونا نتحدث عن Pixel 6 Pro بعد ثلاثة جميع امينوا لايكوا وسجلوا على الكنال حتى دائما تعرفوا لما ننزلوا فيديويت جديدة اثنين أن كل الإغراض ستأتي بقلب الباكت الذي لديه أنا هنا، لدينا التليفون، كما رأيت الغطاء الذي لدينا من شركة جوجل ستشجر 30 واط يجب أن نشتر على واحده، لا يأتي بقلب العلبي كما نرى نفسه، في قلب العلبي لا يأتي بغراض إلا أن يأتي بشريط الأساسي لـ USB-C لـ USB-C الأدابتور يجب أن نحوى معلوماتنا من تليفون القديم للتليفون الجديد من تليفون الثاني الشيء الذي اخترته أنه نحن نبقى لدينا شرجار بقلب العلبي وليس فقط، الحاسوب الموجود هنا، الخبرة الموجودة في هذا التليفون مع Pixel 6 صارت جديدة مننا لجوجل لأنه ليس فقط يعطينا أندرويد 12 ويعطينا خبرة تنسور براسسور على التليفونات هذا هو التليفون الجديد الذي نزل من شركة جوكل أول شيء نقول أنه نظامه شكله غريب منه مثل التليفونات العادية التي نرى لأنه لدينا الكاميرا الموجودة هنا ولكن موجودة على كله للتليفون من الشمال إلى يمين ليس بالنصف، ليس على الشمال، أو حتى ما هي معناته، إذا أضعنا التليفون على الطاولة لا يوجد لدينا وابل يسميه بالإنجليزة ولكن على قليل، معناته، التليفون لا يتهزهز الشيء الثاني أيضا، نلاحظه أنه هنا السيستيم لدينا نوعين، لدينا Pixel 6 و Pixel 6 Pro Pixel 6 لديه شاشة تكون فلات، معناته دغرة ومعنا تعجية موجودة على الجنب يسمون هنا الكيرفز موجودين أدام وراء للتليفون هذه الشغلة مهمة نعرفها، غير أن السعر Pixel 6 يبدأ بـ 599 والPixel 6 Pro بـ 899 على قليلة بالموديل تبعهن الباس Pixel 6 لديه 8 GB RAM والPixel 6 Pro يبدأ بـ 12 GB RAM معناته لديه 128 لزاكرة لـ 256 والPixel 6 Pro باللون الأسود يمكننا أن نصل إلى 512 GB ومعناتهم على UFS 3.1 البطارية الموجودة هنا تفرق بينهم ومعناتهم وهناك 5000 ملي أمبير موجودين هنا على الPixel 6 Pro والPixel 6 لديه 4600 ومعناتهم يمكننا أن نستعمل الشارجر الذي يبيعه، لا يأتي بقلب العلبة كما ترجعتكم ولكن هذا الشارجر يشارج على 30 واط، والتليفون لا يشارج بسرات 30 واط تقريبا يستطيع أن تأخذنا هنا من الصفر إلى 100% في ساعة 41 ديئة هذه الشارجة يجب أن نعرفها رغم أنهم يعطوننا شارجر قوي، لأنهم لا يعطوننا التشريج القوي موجود ومعناتهم 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 23 واط ولكن هذه الشارجة يجب أن تستعملوها مع البيكسل شارجر جديد الذي نزلوه بعد أن نزل على السوق الشغل الثاني الذي يفرق بين ال6 و ال6 Pro هو أن الكاميرايات الموجودة هنا في فرق أساسي الكاميرا موجودة بالنصف هنا التي نستطيع أن نرى، هي التلفوتو لانز معمولة 48 ميجا بيكسل لا موجودة على البيكسل 6 الكاميرات الثانية، الكاميرا الأساسية GN1 Sensor 50 ميجا بيكسل موجودة على التلفونين اثنين 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 12 ميجا بيكسل موجودة هناك اثنين دول تون LED Flash على اليمين، لدينا زر الـ Power و الـ Volume موجود هناك أيضا ميكروفون موجود لفوق ميكروفون موجود لورا هون وكمان لتحت لدينا ميكروفون ثالث الـ USB-C الذي نفوت عليه ونشارجه للتلفون ميكروفون الثاني الموجود لتحت ميكروفون الثاني الموجودة على شمال نضع الـ SIM Card هذا التلفون يوجد الـ SIM Card ولكن نستطيع استعمال الـ E-SIM على التلفون يعني أنه لديه اثنين ولكن واحدة يجب أن تكون E-SIM والتاني يجب أن نضع الـ SIM Card العادي ومثل ما أخبرتكم أول شيء أن الشاشة 6.7 إنشة QHD 120 هرتز على الـ 6 Pro على الـ Pixel 6 ستكون 1080p على 90 هرتز لذلك يوجد فرق بيناتهم قليلا وآخر شيء يوجد فرق بيناتهم أن الكاميرا موجودة قدامي على الـ Pixel 6 Pro 11.1 ميجا بيكسل تقدر تعطينا 4K 30 fps الـ Pixel 6 لديه 8 ميجا بيكسل وتعطينا 1080p هذه الأشياء الأخيرة لتكون فرق بيناتهم رغم أن الشاشة أكبر بشوي وأن البطارية أكبر وإمكانيات الشاشة أحسن وآخر شيء نتحدث فيه أن لدينا الإمكانيات IP68 لحتى تعمل الـ Water الماء والغبرة تقدر تدفعهم تقدر نستعمله قليلا إذا أجعله قليلا لم يكن هناك أي أشكال هنا الشغلات المهمة يجب أن نعرفها أول شيء أن هذا التليفون وممكنياته وكل الشغلة معمولة على الـ Pixel 6 والـ 6 Pro معمولة حول الحاسوب الجديد الذي نزل من شركة جوجل اسمه Tensor ومع Titan M2 الذي نزلوه جديد أيضا للـ Security موجودة هنا كل هذه الشغلات معمولة لتعطينا أحسن خبرة موجودة على تليفون من شركة جوجل لذلك عندما نظر عليهم أن نستطيع أن يأتينا خمسة سنين من Security Patch Update وثلاثة سنين وعلى Android Update ستكون شغلة جميلة معناته نزل هذا بالـ Android 12 سيأتينا 13 14 و 15 ينزلون على هذا التليفون وبعد ذلك سنتين زيادة على Security Patch Update وما تنسوا جوجل تعمل الـ Google Play Store على عدة شغلات الطبيقات الموجودة معناته الكاميرا الديلر المسنجر كل هذه الشغلات تتجدد عبر الـ Google Play Store وهذه دائماً يأتينا تجديدات جديدة لم تدخلها بالتجديدات التي حدثنا فيها هذه تأتي دائماً من Google Play Store ويأتي نجددهم الآن الشاشة الموجودة هنا كثيراً جميلة والتي يعجبني فيها أكثر أكثر شيء الحالي هو أن الإمكانيات التي نستطيع أن نقوم بها والصور والشغلات التي نستطيع أن نرى هنا وشكلها كثيراً جميلة والتي يعجبني فيها رغم أن لدينا الكاميرا الموجودة هنا الكاميرا الموجودة لفوق لكن صراحة لا يوجد أي أشكال بالنتفلكس واليوتيوب كل هذه الأشياء ستمشي مضبوط الأندرويد ١١ جميلة يمكننا أن نقوم بها هنا ونقوم بزوم كما عادة نقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها كما رأيناها من قبل لدينا عدة إمكانيات نستعملها لأندرويد ١١ كل الإمكانيات هنا ونقوم بإمكانيات الكاميرا والميكروفون نزلت لكم فيديو ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها لكن المهمة التي يجبنا كثيرا فيها هنا هي الإمكانيات جميلة الشاشة تنمشي مضبوط البطارية تضييني مدة طويلة لدينا أشكال عندما أستعملها في أمريكا وعندنا 5G أستطيع أن أجلب تقريبا ٧ ساعات زيادة على الوصول على الوصول الذي يتحدثون فيها لا أشكال لغم أن هناك أشكال أشخاص أخرى كانوا لديهم مشاكل هذه لم أجدني مشاكل الشيء الوحيد الذي أريد أن أجلبوا هذا التليفون للدول العربية لتنزلوهن للدول العربية من أمريكا أو من أوروبا يجب أن تعرف أن كل شيء سيمشي مضبوط هذه العللة معمولة خصوصاً لأن تليفونات جوجل معمولة تشتغل بالأسواق التي ينزلوها معناته الـ 5G مثلاً في الدول العربية لا ستنمشي بكل البلاد والشيء الثاني إذا كنت تستعمل VoiceOver LTE لا ستنمشي موجودة بكل المحلات هذه مدخة لقصة أن التليفون لا يستطيع عملها هذه معمولة خصوصاً لأن البرنامج والبرنامج 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 من شركة جوجل معمولة تشتغل في البلاد التي يستعملوها معنات التي يبيعوها فيها الشيء الثاني يجب أن نعرفها رغم أن الآن لا تنمشي في المستقبل يستطيع الضبطها الآن بعد أن تحدثنا عن الشيشة الشيء الثاني يتحدثون بها يقولون أن لا يعمل سريع ولا يعمل مثل الناس الذين يريدونها أنا أقول لكم لا تقارنوا هذا التليفون بالتليفون الثاني هل هذا التليفون بطيء؟ هل يفتح التليفون؟ هل يعمل لنا ما يريدنا؟ نعم كله يمشي مضبوط لا يوجد إشكال لتطبيق للسيارة كله يمشي مضبوط و لدينا كل الإمكانيات التي يحتاجونها هنا هناك شيء فيكم تعملوها لا تضبطوها إذا أتيكم التليفون و ترونيه كثيرا سريع تحت الإمكانيات تحت الإمكانيات تحت الإمكانيات عندما تدوروها هذه يمشي أحسن و يمكنكم تعلمون التليفون على نفس البصمة التي تعدكم مرة مرتين ثلاثة بنفس الأصبع كما تستطيع أن تسريعكم الفتحة التليفون لكن صراحة بالنسبة لي لا يوجد إشكال يضع أصبعي عليه يفتح و يمشي مضبوط لا يوجد سريع نفس السرع التليفون لكن في آخر نهار لا يوجد إشكال لن يكون لدينا مشكلة لأن نستعمل هذا التليفون أعرف أن هناك الكثير من يحب أن يعملوا مقارنة ولكن نريد أن نستعمل و نقارن هذا التليفون كيف هي الإمكانيات التي ستقوم بجوجل و لا يعمل و لا يعمل الأكستر سيكيريت التي يتعطونها موجودة على هذا التليفون والبصمة تقوم بمضبوط مع نفس البصمة ستكون أحسن موجودة على هذا التليفون هناك تطبيقات مثلا لعبة الثمبر هذه اللعبة الثمبر لا أعرف لماذا بعدها رغم أن نصلنا جمعتين ثلاثة بعدما نازل التليفون ستظل مجرد مدورة حاول أن تقوم بها و تقوم بها لا أعرف لماذا لكن هذه لم تدخل قصة التليفون لا يوجد هذه الأشكال هناك أشخاص يخبرون أنه لديه مشاكل مع اليوتيوب ستوديو لا يوجد هذه المشكلة لكن يمكن أن أخبركم أن هذا كله يستطيع أن تزبط بالتجديد مع التجديد والأندرويد 12 لأنه أندرويد 12 مضبوط مضبوط لم يصر له جمعتين ثلاثة موجودة بالسوق ولكن الآن برغم أن سامسون أعلن أن تنزل إلى S21 بعده الآن هو الوحيد الموجود بفل فيجنة كلهم لديهم بيتا معناته قريبا سنرى التجديدات وكلهم سيحلوا أي مشكلة التطبيق لا يمشي مضبوط على هذا التليفون هذه شغلة أندرويد 12 ليس البيكسل 6 برو دعونا نتحدث وعندنا ان نستعمل الكاميرا نفس الشيء إذا نبدأ من استعمل الميكروفون نستطيع حلوة كثيرا ولذلك الجميع إذا قمنا بسرعة ان اضعت الكاميرا واضعت كاميرا يوجد التخصص الميكروفون لا تستعمل هذه المستقبل معناته فقط سأستطيع دور للمستخدمها ثم نقوم بسرعة سوف نقوم بسرعة ونستخدمها الآن إذا أبدأ من قلع فصلا 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 الفيديو لهن لقدر اعمل تصوير فيديو خلينا نشوفهن لازم نعمل الانبلاك للميكروفون لانه الميكروفون منه ماشي واذا عملت الانسل الفيديو سيكون مع عنده الصوت هذه مهمة كمان نعرفها خلينا نطفيها هون هلأ مجرع بدورهم مرتين انا بس انه على الليل من قدر نعرف اذا انتم منكم مرتاحين مفاكري انه الميكروفون بضاله يتسمع على كلامنا فيكم تطفو من اي اشكال وما فيكون عنكم اي مشاكل غير سوي funcionان الش 경우 هم نون wo and motion الشيخ العراق الميقط هذه هي التراه منن من قبل ذلك سوف من الانبلاك ثم اعتقد دائما على ثمك تulentاء ان الانبلاك هذا فعلا نحن نخذك يا فقط وان ان يخدم من المريضة علي كلام فيلك التراب وباقي أساسي حيات ذلك 4k60 احيثى على الكاميرا الاساسية expressingه هنا الكاميريت اخرى حالتها تقرير على هلا واحد وسيرى فور كي تلاتين فريمس برسكين. حالي أن نستعمل نفس الإمكانيات على الفيديو بكل الكاميرات الموجودة هنا. آخر شيء عندنا البانوراما الفوتو واللنز كلها الشغلات حلوة كثير ومعجب فيها كثير. إمكانياتنا بهالتليفون من سنة لما بنزل البيكسل تري لها الآن عم تظلها تتزبط وتتجدد. وعم أقول لكم هالتليفون ما فيه مثله. سوف أعجبكم كل الصور وكمان شوية فيديوهات منه. عندما ذكرت السينما مع زميلي أخوان كارلوسوني في أمريكا، سوف نستعمل الكاميرا الأساسية، وليس فقط الكاميرا 48 ميجا بيكسل للتليفوتو. سوف نستعمل عندما كنا واقفين بآخر السينما لنوصل على الستيج بقلب نفس الشيء. الشغل المعروفة في التليفونات البيكسل الآن هو أن الكاميرات لا يوجد مثلها. هذا بسبب جوجل بوست بروسسيج، معناته الكمبيوتشن لجوجل الذي يعملوها على التليفوناتهم. يمكننا أن نجد صور جميلة كثيرة، حتى من التليفوناتهم لمنازل البيكسل 3A والبيكسل 4A. هؤلاء التليفونات تحت الـ 400 دولار، يعني 350 سنة الماضية في البيكسل 4A. والحلاوة فيه لهذا التليفون، رغم أنه كان رخيص، يظلوا يعطينا صور جميلة. الآن لم يكن سريع، هذا بسبب الحاسوب. لكن الإمكانيات من التليفوناتهم لجوجل، سوف نستعملها حتى على التليفوناتهم الرخيصة التي يعملوها البجت، البيكسل 3A سياريز والـ A سياريز. الحلاوة التي نرى هنا أن بين البيكسل 6 و الـ 6 Pro، هناك فرق صغير منه كثير كبير. البيكسل 6 بالنسبة لبيكسل 6 Pro 90% معناته، لديكم كل الإمكانيات، الشاشة جميلة، الشاشة جميلة، البطارية تشارج منيحة لنا، الـ IP68، الكاميرا الأساسية الموجودة هنا، 50 ميكا بيكسل Gn1 سنسور عليهم، تنيناتهم، تنيناتهم ألترا ويد. الآن البيكسل 6 Pro تغيير قليلا، يعطينا مؤمكانية جميلة بالتلافوتو، يعطينا شاشة أكبر، 120 هرتز بلا ما تكون 90 هرتز، QHD بلا ما تكون 10 ATP على البيكسل 6، لكن هذا يكون الفرق الذي يجب أن تفكروا فيه، لما يجب أن تفكروا هذا التليفون. هل بالنسبة لأيكم، هل المميزات الصغيرة، الفرق بين البيكسل 6 و الـ 6 Pro، يكملون أن ندفع 300 دولار زيادة على قليلة من 599 إلى 699، على فرق بين تنينتهم. بالنسبة لأيكم، أعتقد أن البيكسل 6 سيكون أحسن تليفون معمول من شركة جوجل في آخر السنة، و سيبيع أكثر، لأن المميزات التي تقلبها للتليفون كثيرا جميلة، والسعر الذي حاولتنا أن نزلته في شركة جوجل هذه السنة، ينزلونه حتى يكون أرخص من الإيفون، أرخص من السامسون إلى السيريز، وهذه عدة شغلات، 600 دولار على الصغير، 512 جيجابايت زيكرة، 1100 دولار، يعني على قليلة تكون تفكروا مضبوط، كل هذه الشغلات حلوة، وماشية مضبوطة، لذلك، على آخر شيء يقولون أنه، إذا تفكروا أن تجلبوا تليفون منهم لشركة جوجل هذه السنة، لا سيكون لديكم أي أشكال، لا سيكون في أي أشكال، هذه الكاميريات معمولة لتأخذ صور كثير حلوة، مثل ما ترونه هنا، و مثل ما قلت لكم، يمكننا أن نطلع على إمكانيات الكاميرا، يمكنكم أن تستعملوا الكاميرا التالي فوتو على البيكسل 6 برو، لتقدروا تقربوا كثيرا، خاصة لما تكونوا بعاد، مثل ما كنت موجود في قلب السينما، كنا قاعدين أخر شيء لفوق وراء، ونستطيع أن نرى المسرح، ونستطيع أن نأخذ صور على كباندك كامبرباتش، وكيرستن دانس، سنرى فيلم مع شركة TCL هنا في أمريكا، صراحة صراحة، أنا أعتقد أن إذا تفكروا أن تجلبوا هذا التليفون، لا سيكون لديكم أي أشكال، لا تنمشي في أمريكا، أو أوروبا، أو الدول، التي تبيع جوجل هذا التليفون، يجب أن تعرفوا هذه الشغلة مضبوطة، الإمكانيات الموجودة في 5G، واللتة، لا تنمشي في كل البلد، أحمد باركي أضعها على السيستام، ويجربها، الأشياء التي أريد أن أقولها، يجب أن تعرفوا ماذا سيأخذها، وماذا سيأخذ بلدكم، هذا التليفون لا سيكون لديكم أي أشكال، الكاميراية سيأخذون كثيرا منيح، المميزات التي أخبرتها فيها، خاصة الشغلات التي تعمل On-Bevice، التي تعمل على التليفون بسبب التنسر، بسبب أندرويد 12 من شركة جوجل، ستمشي كثيرا منيح، ولا يوجد أي أشكال، أنا لا أعجب كثيرا فيها، هل سيأخذ أحد أن يأخذ هذا التليفون من شركة جوجل؟ لا يوجد أشكال، وأطلاقا، أنا دائما أقول لكم، أخذوا التليفون الذي يمشي مضبوط لكم، إذا استعملوا بيكسل من قبل، ستكونوا كثيرا مبسوطين، وإذا أنتم جديد على التليفونات بيكسل، سترى أن هذه الإمكانيات الموجودة هنا كثيرا منيحة، الكاميرا على الأوتوماتيكة تمشي كثيرا حلوة، والبوست براسسين تعيتهم للصور، والفيديوهات تعيتهم لجوجل، الآن أصرت أحسن بكثير من أي تليفونات شخص منها، ويأتيكم ثلاثة جديدات للعمل على الاندرويد 15، ويأتينا أيضا خمسة سنوات سيكوريتي باتج أبزيت على هذا التليفون. شكرا جزيلا على كل الناس الذين شاهدوا الفيديو، إن شاء الله يكون أعجبكم، كما قلت لكم، أنا أزلت فيديو قبل، وليس جمعتين، على الإمكانيات الجامعة والمتابعة، لذلك لا أركزت كثيرا عليهم في قلب هذا الفيديو، ولكن أنا صراحة بعد استعماله لها المدّة، أنا معجب فيه كثيرا، عندي مشاكل، أنه أستطيع أن أقوم بإمس سيم كارد منه لتجرب تليفون جديد، جديد تليفونات آخر جديدة، وليس أستطيع أن أقوم بإمس سيم كثيرا، ونحن أستطيع أن أجرب تليفون بالنفس الشيء، ولكن يكون ذاكره أكبر قليلا، يأما 256 يأما 512 جيجابايت، لأنني لا أحتاج أكثر من 128 جيجابايتا، لذي أعطيت اليوم شركة جوجل. شكرا جزيلا على كل الناس الذين قمت بإشتراك، شكرا لشركة جوجل لأنهم قمت بإمس سيم كثيرا، لأنهم قمت بإمس سيم كثيرا، لأعطيكم خبرتي بعد استعماله لها المدّة، شكرا للمشاهدة، يا الله، ماه السلامة.